يعني ترى الآن أنا انتظر أحمد هنس اسمع النكتة روح روح كان والدي غفر الله له ورحمه وجميع موت المسلمين أنا أزعم أن والدي كان مدرسة في موضوع الصلاة مدرسة كان أخوتي حيني يمكن حول ستة أو سبعة نروح معها المسجد فكان مقسمنا فريقين أول فريق يكتمل في المسجد له نقاط في نهاية الشهر في مكافأة مالية والله أننا في الفجر أن ندخل المسجد قبل الأذى نكتمل جميعا ما بالك على بقية الصلاة أننا نقوم لأجلس تربية تربية على قضية الصلاة التنافس الصلاة كان الطريقي للمسجد يمثل لنا برنامج ونحن ماشي للمسجد مع أبوي طالعين من المسجد مع أبوي يعني الله يغفر له يا رحمه فكان يعني في الأذكار في أهمية الصلاة في المناجاة كان شخصية عجيبة يا صلاة لا يا شبال أولين ما شاء الله عليهم وإن شاء الله كل الوارد رح يطلع عليه يعني كنا الله يغفر الذنب في حد يسمعنا ولا أحد يشوفنا لا 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 يوجد حد بس المشاهدين لا لا نعلم كيما تعرفوا أحد في المدرسة يبغى يروح يبغى يفطر يبغى يطلع وكذا يعني في الواد رح يطلع عليه يعني توفي ما يدي والله بنا ندرس الصدق لكن الصلاة يجينا صليات و الظهر قال لا تنحاشوا في المدرسة هذه المرة قال روح أدل ما دي أنا في سادس و اللي حولها المهم طلعت هنا و لقيت الشاب يلعبون و الله رح تلعب و خلت الأذان أذان عصر أذكره المهم و خلاصنا من الصلاة و قال ميري تعال الله يجعله في الجنة و موته المسلمين و جاء يمسكني من هنا و الكلب شا و يفتح الدرج كان الواد عندها سبب ماركت يفتح الدرج و يطلع طمع عندها دوات للتأديب من ضمنها تخيلوا شاكوش يا رجل يقول ميري ليش مذنت يقول أنا أبغى جاوب أبغى جيب يعني تصريبها قلت ما بداني أتكلم و أقسم بله في الراس طوح قد مننا طوح طوح أجل لازم نكشف قد مننا الله العظيم لازم نكشف على رأسك أجل يهو تعال الله يحييكم لكن الله يجعله في الجنة اللهم أمين هذا الهدان فجأ صرا هذا الهدان عاد لو ما تصلي علوم طيب خلوكم معي طيب الآن عندنا مسابقة تفاعلية بيننا و بين الجماهين